هم أطفال وكغيرهم من الأطفال يلعبون يدرسون يحبون وتملأ حياتهم الفرحة بين عائلاتهم التي نشأوا فيها في قرية الأطفال المحرس يعيش أطفال هدف العائلي وحنان الأم ويحسون أكثر بقيمة العائلة في المواسم والأعياد كيما مرة في دارها وكيما ريالي سويش بختلفة على العباد اللي بره كيف كيف كيما موجود لهني كيما موجود البره كيما العيشة موجودة في دارنا لهني كيما العيشة موجودة البره ومن نجموش نقوله نادر جدا نرانا بش نجوه نقوله فيقي ديم نقوله دارنا على خاطر يلزم تكون العلاقة تحبية تنجح وتحبية تكون بيها تكون العلاقة بينك وبينهم صداقة ولا أكثر من صداقة معناكي أمهم نتعاون وفي كل شيء عندي ثمانية صغيرات وبالأحرى مش ثمانية صغيرات وما ثمانية بنيات كبار العمر من 16 عام حتى 21 عام بدينا لفويه في 2010 جاوني بدينا بخمسة بنيات ومن بعد طلعنا وصلنا لتو في 2013 بثمانية بنيات جمعية عالمية تعنى برعاية الأطفال فاقدي السند تتم عملية القبول عن طريق قاضي الأسرة وتحتوي قرية المحرس على 96 طفلا تتراوح أعمارهم بين السنة والعشرين سنة أطفال يترعرعون على أياد أمهات كرسن وقتهن وجهدهن لتربيتهم لا يحسون بذلك نقصا ولا حرمانا هي جمعية تابعة للجمعية العالمية لكل الأطفال أسويس في العالم أسويس كيندردورف والموارد بيانشور هي موارد معناها متأتي من الجمعية العالمية ونعتمدوا على توسكية دون نسيونال هونية من الدوناتورهم وتعنا ومن المعارفين وتعنا ونصحاب الخير بيانسور بالنسبة للمربيت اللي يتلهوا بالصغيرات هونية يكون عندهم بخوفيل بيان ديترميني لازم تكون عمرها بين 32 سنة و45 سنة لازم تكون عندها مستوى معين مستوى دراسي مقبول ما أقلش من البكالوريا ولا ساتية مانية وتكون عام لنشاط وإلا خدمة ولا تكوين في مجال توفل شروط القبول أحنا هذية دعوة اللي تتوفر فيها شروط هذية وإذا تحب تخدم مع صغيرات هذوما بيش تقدم مطلبها الأسويس وتنجم تجي تخدم معنا دور الأخصائية النفسية دور مهم في مساعدة هؤلاء الأطفال على تجاوز الصعوبات التي تعترضهم في حياتهم الاجتماعية وتساعد الأمهات على التعامل معهم يحبوا دعم نفسي خاص جدا يحبوا لشكون يثقوا فيه يحكيوا له مثل سالة ساعة يعترضوا لعدة مشكل عدم قبول في المجتمع الخارجي للقرية يتعرضوا سالة ساعة إلى حد العنف معنتها هنا نكون هنا الوسيط اللي يعاونهم بشي يتأقلموا مع الوضعية هذي ونعاون إنهم بشي يتقبلوا من الطرف الآخر يتقبل زيدة فهمة عدة مشاكل عند المراهقات والمراهقين مثال لقب العائلي مثال يجب يتقبلوا هكا نحاول إنه نربط العلاقة بالعائلة الطبيعية قدر من المستطاع جسمك؟ نو قدي عمرك انتي قدي عمرك؟ سبع سنين سبع سنين انتي كبير برسع تقرى في الروضة قلي عن شكن تقرين؟ عند النفتي سامي مما شكنها؟ مما ناذي شب أنت برشار شتقلها في العيد شتقلها؟ عيدة مبلوك أنوادي الثقافية والترفيهية حذرة في قرية الأطفال محرس بمتابعة حثثة من مربي القرية لكافة الأطفال والشباب القاتلين بها مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي يلتجئ إليها روادها لملء أوقات الفراغ مهمتي الأساسية في القرية دعم الأم في تأثير وتربية الطفل بمعنى أن يجب أن نكون متواجد بجانبها في كامل الأوقات هذه المؤسسة التي تنتشل عديد الأطفال بمختلف ظروفهم وخلفياتهم من الضياع تعيش العديد من الصعوبات خاصة على الصعيد المادي مواردنا نقصت برشا والحق ما أنا غيف بها جيغي كل شي فمتو حدنا وحتى القبول فما صغيرات اللي يسترنوا بش يدخلوا الأساس عن طانكم مؤسسة معناها ترعى الصغيرات في قديسان العائل لا نجموش نقبلوهم على خاطر ما عادش عاننا الموارد اللي بش نتلهو بهم يعني السنائة وصلنا حتى في الميزانية متع الفين وربعتاش اضطرين بش نسكروا حتى ديار في أسويس بش نجمونا نوافقوا بالميزانية ورعاية الأطفال خاطر جيغي الموم لازم ينقصهم حتى شايفهم نحب نقول الجمعيات الأخرى تعاوننا تعاوننا بنسبة الأطفال اللي عندهم مشاكل دراسية تتقبلهم تعاوننا إنا بش ننجمونا نرجعوهم نعدلوا سلوكاتهم ونعاونوهم بش نجمو يتأقلموا في المجتمع ويواصلوا دراسيتهم العادية أول حاجة المتريال عنا نقص كبير في وسائل بلخص سوى وسائل ترفيه بالنسبة الصغار كما تشوفت بركان لما أنا في قرية صغيرة كما هك فما عدت أنشطا وعدت نوادي عن نادي تايكواندو تحت تأثير مدرب خاص عن نادي موسيقى عن نادي إعلامية عن نادي كورت قدم عن نادي طائرة أطفال اليوم هم رجال الغد ورعاية هذه الفئة الخاصة من الأطفال وجب أخذه بعين الاعتبار من قبل المجموعة الوطنية لتفادي ظاهرة أطفال الشوارع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر